نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إصدار قرار باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقرية 4000 جنيه على جميع العقرات مهما بلغت قيمة العقارة وتواصل المجلس مع وزارة المالية التي نفت الأنباء وشددت الوزارة على أن المنشور المتداول مزيف وغير صادر من أي جهة رسمية وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقا لقيمة التصرف وذلك على الأقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 في التاسع عشر من مايو 2013 بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية